موقع فضيلة الشيخ محمد بن سليمان المحيسني يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لنذر بأسا شديدا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ونذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعدون ما علينا صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصان ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم رودا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شبضا هؤلاء قوم نتخذ من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسرطان مين فمن أغلم فمن أغلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوذن الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ودرى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم لا تليمين وإذا غربت تغربهم ذات الشمال وهم في بجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يدل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رخودا ونغلبهم ناة اليمين وناة الشمال وكلبهم ماسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال غائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطق وليتلطق ولا يشيرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تخلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غيب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخلن عليهم مسكدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سالسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذته ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وامكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ماله من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدن لكلماته لا مبدن لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم من غداة والعشي يليدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تفع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالين نارا أحاضب سراد الله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشغل وجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشغل وجوه بئس الشرام وساءت مرتفخا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن أجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها بخضرا من سنسي واستمرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنته مرتفقا أضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحبفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرا كلتا الجنتين آذت أخنها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نمرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره على أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكبرت بالذي خلقك من تراب أكبرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مانا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسنا من السماء فتصبح صيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طنبا وأحيط بثمري فأصبح يخلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على روشها ويقول يا نيتني لم أشيك بربي أحنا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشينا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسيه الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحنا وعلموا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعلتما لن نجعل لكم وعنا ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفتين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لها للكفاء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصافا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يغلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة استنوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففزق عنهم لربه أفتت خنونه وذريته أولياء أبين ذوني وهم لكم عدو مئسا للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المذلين عظلا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العناب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كبروا بالفاطل لينحروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم من من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قبهم أكنة أن يفقهوا في آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو يراخنهم بما كسبون عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حضبا فلما بلغا مجمع دينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما بثغل سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سبلنا هانا نصما قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن اذكره واتخل سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدوا ربدا من عبادنا وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعت على أن تعلمني مما علمت رشلا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحض به قمرا قال ستجنني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتناتني فلا تسألني عن شيء حتى أحلذ لك من وذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا يمرى قال ألم يقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تعاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعنا فلا تصاحبني قلب لو تملكني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال ها لا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأعين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفيد فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصبا وأما الغنام فكان أبواهم من أين فخشينا أن يرهقهما طيانا وكفرا فأردنا أن يدنهما ربهما خيرا منه زكاة وأغرب رحما وأما الجدار فكان لغنامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمني ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عند القرنين قل سأتوا عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تغذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلمه سوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحظنا بما لديه صبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفتغون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مرسلون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بخوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونبخ بالصور ونبخ بالصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكا في نيد عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكرين وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كبروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إما اعتنى لاجهنم للكافرين نزما قلنا المنبعكم بالأخسرين أعمالا الذين منسعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحصلون صنعا أولئك الذين كبروا بآيات ربه ونقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كبروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانتهم جنات الفردوس رزلا خالدين فيها لا يبرون على حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحن فمن كان يرجو لك ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لك ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك مع عبادة ربه أحدا